أبنائي الأعزاء أصعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم نعاود بعد break for 10 minutes وناخد last lecture في النرف وهي تبقى no more than 60 minutes one hour ده سؤال نظري مهم ضمن الأسئلة السابعة اللي هنحط اللوحة بيهم في الآخر اللوحة فى النظرى واللي بقول انه مهواش حده بحيث انه يجي او ما يجيش منهم ما انه مفاع شيء غيرهم يعني هدهم لك ليلة التحريري تقراهم هتفعهم هتفعهم وهذا بقولكوا في الاخر اذا ابنتصرف في ال multiple choice questions فانتقى عمتدى factors affecting membrane potential and exatability يوجد ثلاث عامل أول عامل هو السوديوم موجوده على يمينك وبعدين ننتقد إلى فوتاسيوم حتى لطيفة سوديوم فوتاسيوم سهلة في تذكورها رول فوتاسيوم رول فوتاسيوم رول أو سوديوم فوتاسيوم طيب نبص معا الأول في نقطة مهمة جدا ان انا كنت انتهالت برضو من ضمن الهدايا اللي بتصملكو ان الري هي عودة اسمها ري ايه؟ ري بولاريزاشن دول مرتبطين بالبوتاسيو في حين الريفيرسل في بولاريتي اللي بنسميها مجازا دي بولاريزاشن الريفيرسل يعني العكس يبقى مش ممكن تبقى بوتاسيوم تبقى صوديوم لي قاعدة اولى حبزناها بطريقة طيفة تاني الري ايه؟ قولها انت سامعك؟ ري بولاريزاشن سببها بوتاسيوم بس التشانيل مختلفة التشانيل اللي عاملة الريفيرسل اللي هي الانورد ريكتفاين بوتاسيوم تشانيل وحتى قلتلك اي معلومات بتاعتها؟ اي تشانيل تبقى بروتين؟ وبعدين قلنا بتفوت البوتاسيوم بقاعدة السوديوم عشرين مئة مرة ونانجيتم اهم حاجة نانجيتم فتح على طول وجبناها سؤال بينما الري بولاريزاشن مسؤول عنه بوتاسيوم برضو بس تشانيل تانية خالص اللي هي فولتش جيتب بوتاسيوم تشانيل طب يبقى السوديوم سؤال المسكين مهم جدا مسؤول عن انهي ظاهرة ظاهرة الريفيرسل في بولاريتي العكس وعشكي لما خدنا سوديوم اللي هو الديبلازيشن مجازل وقلت ان التلاثة تشانيل تشانيل تحصل هاجيكن وهاكسلي على جائزة نوبل كل مرة بنعد نقولها لالستودينس اووهير بتادي يعني بحب الشرح اللي هو رياضي شوية واللي هو زين بقول يعني بقى ساعات كده ابتأس لما واحد يقعد يشرح للطلبة وعمال يلف ويقول مش قادر يهت النقطة اللي هو عاوزها وكلام سايح وانشى ببقى مبتأس لي وللطلبة اللي بتسمع فعم حط قواعد قومص رياضية يمكن زي ما قلت لك ان انا في فترة من حياتي دخلت فنية عسكرية في الاول ما دخلتش طيب اول حاجة قلت من اوائل الثانوية العامة ابويا حتى كانت ثاني على الثانوية العامة بس كانت ثانوية العامة ايامه 500 انه كانت ثاني برطه على القطر المصري فاستخسرت روحي في الطب ودخلت فنية عسكرية المهم ديشكلت تفكيري رياضي شوية فتعبها رياضيا الاستجابة لما النيرف تديله استيملس يبقى تساوي ديبوليزيشن والديبوليزيشن سببها ايه سوديوم انفلاكس دخول السوديوم يبقى دي قاعدة رياضية هاي النيرف لما تديله استيملس ما بيضربكش ما بيقولكش كلمة مش لطيفة لما تديله استيملس بدل بهوه في البوليزيستيت بيستجيب انه قلب لك ويش يعمل لك ريفيرسل ببولاريتي يبقى الاستيابيليتي في النيرف هي عبارة عن ديبوليزيشن والديبوليزيشن سببها سوديوم انفلاكس يبقى ناخدها بالاخر يبقى اي حاجة تقلل السوديوم انفلاكس بالازرق هتقلل الديبوليزيشن بالازرق هتقلل الاستيابيليتي وبالعكس اي حاجة تزود السوديوم انفلاكس هتزود الديبوليزيشن هتزود الاستيابيليتي طيب تعالي بتدي بالاهم وهي الحاجات التي تنقص السوديوم تربيابيلتي وبالتالي تمنع السوديوم ان يدخل تقلل اينفلاكس تقلل اكسنتابيلتي لدرجة تسموها مامبرين ستابيلايزر ده سؤال شافه مهم جدا يبقى يقولك يعني مين العاقل لما يسألك من هم المامبرين ستابيلايزر اللي بتخلي المامبرين ستابيلايزر وانا بص تخيل كده انا قاعد مارل شاف ل organized ابقائم غادر شاف أخرغ لدينا مزيق كلمة ثابيلايزر حيث انت Bournova من هم المهار الأذين كان نتزع لكثنون و contenقل نعم تمام؟ يا سريع Estate اصل الالكسنتابيلتي رياضية يعني امنع يعني امنع دخول السوديوم. يمكن منع دخول السوديوم بطريقة تاي. كمال حاجة بملة بتاعة العبد الله. انا في شخص غير مرغوب فيه برا مش حاوز يطفل. في طريقتين. اقول طريقة اعفل باب. ده اللي بيعملوا المخدرات الموضوعية. ودي كلمة من شقين برضو احب الترمينولوجي. اثيزيا يعني احساس. يعني لا احساس. زي الكوكاين. وطبعا الكوكاين ده الماثر دراج. اللي تتخذ منه كل الليوكا الانثاتيكس. بس هو نفسه بيستخدامش كوكاين لانه مش مساف. ده الوقت بس بيشمون. خلاص. حتى سيد درويش. كان مصر كلها بتشم الكوكاين. فعمل اغنية لانها الرجل اللي اسمه حاسم فاي اللي بيتحك ده. كتسبب في انه مصر سابت كوكاين. لان بيقول شم الكوكاين خلاني مسكين مناخيري بالتون وقلبي حزين. فمصر بسبب الاغنية دي سيد درويش تفسه كان مدمن. سابوا الكوكاين واتجهت بعض الناس الى الهروي. لو اخطت. ما علي. نرجع تاني موضوع. فالكوكاين ده 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 قلنا بيعني ده ده سمعة سيئة لكن هو الماثر دراج الدواء الام اللي اتاخد منه كل اللوكا الانثاتيكس. زي الزايلوكاين والليجنوكاين. لما بروح لدكتور اسنان. تبقى فاهم الحقنة اللي بيديها لك دي عبارة ايه? دي لوكا الانثاتيكس. عملت ايه? قفلت الفولتج جيتة سوديوم تشانلز. قفلتها. بسوديوم مش داخل. يبقى ما فيش دي. ما فيش سوديوم اينفلاكس. يبقى ما فيش دي بولارزيش. يبقى مش هطلع اكشة متنشة. المخ ما وصلوش اي حاجة. فانت مش حسس اي حاجة. فانت قاعد على الكرشي ستيبل. الممبرين ستيبل. بتاع النيرف وحضرتك ستيبل. يخلع زي ما يخلع مش حسس حاجة. يمكن منع دخول السوديوم اول طريقة كما الحياة باغلاق الباب. باللوكال انثاتيكس كما كوكاين. طب فيه طريقة تانية. ان انا فاتح الباب. فاتح الباب. بس موقف اباضيات كده. عارف البادي جارز وقفين على القتلات وقفين على الحاجات كتيرة يعني. حاجات مش لطيفة. صحش. انو كنت بتعاملوا مع الحاجات السخيفة دي. خلاص. وقفين راجل كده بادي جارز. قال باب مفتوح بس حاجات مش داخل. مين البادي جارز اللي بيمنع دخول السوديوم واقوى منه الايونايز كالسام. لانه بيحمل يعني شحنتين مجابتين. والسوديوم عنده شو احنا واحد. فيعمله ريبالشان. يبقى لو زودت الايونايز كالسام في الاكسر سير فليوت. بيحرص الجيتس بتاعت بتاعت الفولتج جيت السوديوم تشانيل. السوديوم بوستيف والكالسام بوستيف يعملوا ريبالشان. يمنع دخوله. واقول لك حاجة. ده سؤال من اشهر اسئلة في شافه. مين لو كتاب لك اهم عين في الاكسر تابيليتي يحط لك اربع عين. ما تقراش السؤال. ده موست امفورتانت عين افكتنن ده اكسر تابيليتي از ما تقراش كوتاس شبسوديوم كورايت كالسام. كالسام هو الصح. وعلاقة عكسية حطي على الشكلة حطيط لك ارجوح. خدها مش بالوزن. خدها بالموقع. لما الايونايز كالسام يقل الاكسر تزيد. وللمستمع نتخيل لما الايونايز كالسام يزيد الاكسر تابيليتي تقل. صح؟ يعني بالعكس. ده اهم عين في جسمك يتحكم في الاكسر تابيليتي. ما زعل من الطابة اللي بعداش دقة. يقول لي كالسام غلط. اسمعني؟ افتح هدانك. مين اهم حد يتحكم في الاكسر تابيليتي ايونايز كالسام. كما قوة شمشون في شعريه قوة الكالسام في التشورجس. لو الكالسام مش متأين. ما ادارش يعمل ببالشل للسوديو. فالعدم الدقة والبرفكشن بزعل منه. هنا تصل على الاوائل. لما اسألنا طالب انا من الاوائل. مين اهم حاجة بتتحكم في الاكسر تابيليتي تقول ايونايز كالسام. مش اقول كالسام. قوة الكالسام في التشورجس تحته هي اظهرها. انا اذا تكون مزيدة لسوديو. يبقى واحد من اشهر اسئلة. مين الممبرين ستابيليزر. شوف اهو. حاجة تمنع دخول السوديو والباب مفتوح بس السوديو مش هيوتخ. زيادة الايونايز كالسام في الاكسر تابيليويد. او اقفل الباب. لا يوجد ابا ضايم اقفل الباب. لو كالانتثيكس. كوكاين. بالعكس ايه اللي يزود الاكسر تابيليتي. لو زودت السوديو برمابيلتي. ده اقل اهمية على فكرة. دول المهمية عش كده بدأت بيهم. دول اقل اهمية. ايه اللي يزود الاكسر تابيليتي. لو حاجة بتزود السوديو برمابيلتي. يبقى بالعكس شيل البادي جارد. ديكريز ايونايز كالسام. فيش ايونايز كالسام يدخل زيادة الفل. الراجل اللي كان بمنعه اللي عنده طو بوستر تشارجس مش موجود. وحاجة عكس اللوكال اناتثيكس تفتح الفلتج جيتد سوديو منشان اسمها فيراترين. ماك باسامة محاجش بيستخدمها. حاجة تقدي يعني تجريبيا. عش كده دول مهمين. وحتى يوم اسمه هو. مايقولكش عمره. عشان يبقى سؤال داخل سؤال. مايقولكش فاكتور ديكريسي. اللي الاهم. قلت لك السيغة. يقولك مين هم. وفي الامسكيو الممبرين ستابيليزر. اللي قال له الممبرين ستابيليزر. حتى بقولك بطريقة انسى وحضرتك قاعد ستابيلي على القرصي. ده تستجيب. يبقى حتى كون ستابيلي. يقولك ما ما استجابش ستابيلي. حاولت اهوشه كده. ما استجابش. ليه؟ ستابيلي. يبقى الممبرين ستابيليزر. بسيغة انسى وحضرتك ديكريسي. اللي تعتمه أكثر. ورياضية نهاية. امنع السيغة ديكريسي. لا يحصلش ديكريسي. لا يحصلش ديكريسي. لا تقفل الباب باللوكال انيثاتيكس. وفهمتك الكلمة الجاة بنيل. انيثيجيا. كلمتين زي كوكاين. اللي هو ماذر دراج. وزي الأباضاي اللي هو الانيسكالسي. طيب. لو واحد عنده نقص السوديوم في الدم. دي كلمة من ثلاث أجزاء. هي براحة نيتريم اللي هو السوديوم وقيمية عندهم. وبارجع لمحاضرات البلاد تعرف ان ليه سموا السوديوم نيتريم والبوتاسيوم كاليوم دي اسماء عربية وليس بلاتينية. كنا قلناه. نيتريم عشان رجدوا العرب في وادي الناترون فسموه نيتريم. وبوتاسيوم ليه بيقولوا عليه كاليوم رمزك ايه. عشان هو المسؤول عن الكالوية في الجسم. كاليوم 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 كاليوم. اصلا عقلي. ارجع لمحاضرات البلاد واتهق بتفصيل قد. يبقى لوان عندي نقص في السوديوم. السوديوم ده اللي بيعمل زاهرة. لو نقص السوديوم في الاكسوسيا فليويد يبقى كمية السوديوم اللي هتو تقلت بقى لايه لا. الكنسنتريشان بقى مش في صالحها. سوديوم نقص بره. مفروض بره يبقى عشان مرات. لما نقص بره يبقى جريديانت ال. يبقى السوديوم انفلوكسي ال. يبقى الديبلواليزيشان يبقى اقل. وعليه الصيز او اكشن بتانشيال. بس بص بقى اللي بعلها. لا يؤثر في رستيج ممبرين بتانشيال. نقص السوديوم لا يؤثر في رستيج ممبرين بتانشيال. فاهم ليه انت. ان رستيج ممبرين بتانشيال. السبب الاساسي بتاعه طالب فاهم قوي. ثم الذي يبقى قوي. سيلكتف برميابيليتي سيلكتف برميابيليتي سيلكتف برميابيليتي سيلكتف برميابيليتي. حيث سببها من؟ ان الممبرين سيلكت البوتاسيوم. يبقى كيف يحصل الناس فاهمه؟ يبقى ايه تأثير نقص السوديوم؟ ما فيه السوديوم. مفروض بره قد دقوه عشاء مرات ده الجريديان لما ينقل السوديوم بره يبقى الجريديان تقل يبقى السوديوم إنفلكس يقل فالديبوليزيشن يقل اللي هو أول حتة في الأكشم تنشل فالصائز هو الأكشم تنشل يقل لكن لن يؤثر على الرستينج ميمبرين بوتنشل لو عملت بلوكيج للسوديوم تشينينز بتترادو توكسين تترادو توكسين تترادو توكسين تقوى كده بيعي نستخدمه ده لو قفلت سوديوم تشينينز يبقى ما فيش خالص ديبولارزيشن خالص من أساسه يبقى ما فيش أكشم بوتنشل يبقى ما فيش خالص اكسيتابيتي ده الرول أوف سوديوم ننتقل للرول أوف بوتاسيوم بوتاسيوم علمتك حاجة أعفين الكلمة المهمة سؤال شافه مهم البوتاسيوم مسؤول عن البوتاسيوم ويبقى البوتاسيوم هو الأخطر كما أنه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل ليس السوديوم هو الأخطر في الجسم تحترم البوتاسيوم أساسا لازم ما يزيدش عن رقم الحسد في الاكسرسير فليويد ما يبقاش أكتر من خمسة ميلي إيكوبيلان برليتر واحد من أهم الأعداد في الطب هو مفروض حقاً أربعة ونصر بيختلف طبعاً من طفل الكبير بس لازم يبقى تحت خمسة في تلك الرقم خمسة خمسة وخميسة لأنه قلت لك لو وصل البوتاسيوم في الاكسرسير فليويد ستة لازم نعمل له جسيل كالوي لازم ننزله وإلا قلبك هيوقف لأنه لو وصل حداشر قلبي بيقف هنشرح عن الكلام ده تفصيلياً في السيركوليشن أخطر أين الطالب اللي هو تسمع محاضراتي عمره ما يلخضر الطالب التالي يسأل هو بوتاسيوم أبتال السوديوم غضب أهم ما أين هو البوتاسيوم لأن ده بيأثر في الكهرباء الأساسية للجسم قلت لكم فقر معاك العامة أن الحقنة المميتة في بعض الولايات في الأمريكية عبارة عن بوتاسيوم توقف القلب إنداس طول لا توقف مع البوتاسيوم فأتفرج لو نقص البوتاسيوم تحدد فين؟ في الاكسترا سيلوار فليويد فده يؤدي لنقص في الاكستابيلتي ويصيد يؤدي إلى شلل يجي يروح يبقى بريوديك في أكثر من طفل في الفاميلي يبقى فاميليا ملا اسمه فاميليا بريوديك برالس تعاني نشوف تفسير ساني جد نفرج البوتاسيوم نقص تابع الليزر نقص فين؟ أو نقصه بريوديك برج أكثر من 35 مره لما يقل لبريتك برج يبقى يتجه البوتاسيوم من الأعلى للاقل فتجمع البوتاسيوم على العسف نوع شارجتم توافق البوتاسيوم ايه؟ نقص البوتاسيوم قد فيه لنقص الإكسيتابيليتي نقص الإكسيتابيليتي وهناك امراض تانية بنقص فيه البوتاسيوم نبني الدنيا مثال إنها هناك امراض كتيرة جدا تنقص فيها البوتاسيوم يبقى تاني خذ بالك انه كنقة البوتاسيوم عطوية انتهى بأنه زاد على الأوتر سيرفس عشان كده في الشرح ايه بالدقة مقولتش نقص البوتاسيوم ده المطالب بسمع شارح بيشرح لطيب ان نقص البوتاسيوم ايه ده؟ ده هو فاقد الدقة ازا هاي يقولها للطلبة فاقد الشيء لا يعطيه لان ده هيدا بص نقصه في الاكسرا سيفليو ادى الى زيادته زيادته على الاوترا سيفليو ده ده يبقى بالاول حدد انت البوتاسيوم نقص فين؟ نقص البوتاسيوم في الاكسرا سيفليو ده جملة اولى احب النظام قوي جملة تانية يبقى نسبيا جوه زايد برا نقص يبقى نسبيا جوه زايد جملة ثالثة يبقى يتجه من الاعلى الاقل من جوه البرا ربعة يتجمع البوتاسيوم على الاوتر سيفس طب هو يبقى يعمل لي جملة خمسة يبقى ادني عن فارين ليبل يبقى الكستابيت ايه؟ طفل تشال لو الطفل شرب عصير مانجا راح لفارغالي وخد عصير مانجا غري جدا من بوتاسيوم يبقى زاود بوتاسيوم في الاكسرا سيفليو ده يروح الشلل يبقى بريوديك يروح ويجي بيجي في اكتر من شخص من الفاميلي فاسه موه فاميليا بريوديك بريوديك باراليسي خلاص؟ ويعالج اذا عرف الداء عرف الدواء طب هو نقص يبتاسيوم في الاكسرا سيفليو ده يبقى ندينه انترا فينسيوم وهذا الطفل ويحب كنت بقولها فيه مزاح ينصح بانه يشرب مانجا كتير يعني يروح لفرغالي فكنت بقول احسن حاجة للفاميليا بريوديك باراليسيس فارغالي عشان ما تنسهاش يعني ياخد بوتاسيوم انما طعب من دهاله انترا فينسي يعني ركس طيب ناخد العكس لو حصل هايبيركالين يعني بوتاسيوم زاد في الاكسرا سيفليويد هايبيركالين يحصل عكس تمام يعني بالعكس البوتاسيوم يدخل يبقى بوه بوستو ببرا نيجاتيب ده بالعكس يعمل لي دي بولارازيش مت جيد شخص لاحد نعمى ما قربنا من فارين جابيテ وله اتفاق 40 عشان نعمله في exemplo ổه نعمتي tecnologia يدخل 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 في نازل الناسين هو النسطب اضعنا نظام اوي. هما نفسها بتعطينا تعريبها. بيالتترا ايضا الامونيوم هو التي فاكر خدناه هو كانجنجلوني بروكر. بيعفل برضو الكتاسيوم. لما تقف الكتاسيوم كتانيل فكر بزكاها الاحشاو تنشل يبتدي بالديبولارزاشن وانتهي بالريبولارزاشن. هل الديبولارزاشن له اي علاقة يبقى الماء في البوتاسيوم تشانيل ده بالعكس لطالب اس كمصلحة لانه البوتاسيوم كان في اسناء الديبولارزيشن بريميابيلتي بتزيد للسوديوم والسوديوم والسوديوم وشوية البوتاسيوم يعكسنا يعني بعشرة كده قلنا المحصنة للسوديوم طب مفيش بوتاسيوم بالسلامة ده بالعكس يبقى الموضوع سوديوم بس يبقى الديبولارزيشن معطبر يبقى يحصل الديبولارزيشن زي الفول بس الديبولارزيشن هيبقى الديبولارزيشن الديبولارزيشن تقريباً عندنا انقفل بالفولتش جيت البوتاسيوم تشانيل للأسكاء فقط وللزملاء الأصغر سنة الإجابة هي طب اززا نقفل تماماً للفوتاسيوم تشانيل وحصل بيه وراظيشن فيه اجابتين الحقيقة مش اجاب واحد فكر معايا مش فيه بوتاسيوم تشانيل غير الفولتش جيت البوتاسيوم تشانيل على طول مفتوحة وفي سبب تاني حتى لو كلهم مقفولين السوديوم اللي دخل عمل دي بوارزيشن بيطلع تاني بيحصل سوديوم بمعدل اكتر من الكوتاسيوم ثلاثة الاثنين فعش كده ما قلناش قلنا الدي بوارزيشن لم يتأثر ما قلناش الدي بوارزيشن اتلغى هناك لما قفلنا السوديوم اتلغى تماما الدي بوارزيشن هناك لما قفلنا السوديوم لطالب ذاكي فاهم ليس هتقصر دي حصل دي هايقب بقى الدي بوارزيشن اولا غلق السوديوم لحنا قلنا السبب بتاع الدي بوارزيشن غلق السوديوم موجود وبعدين ممكن الموتاسيوم يطلع من الدي بوارزيشن وممكن يطلع بوارزيشن بطريقة تانية السوديوم موتاسيوم بمب ما هو بيلقي سوديوم اكتر من بوارزيشن عشو كده قلنا بوارزيشن وبالتالي بوارزيشن بوارزيشن يبقى كل حاجة حللناه طب اين رول في سوديوم موتاسيوم بمب عشو تاخد فول مارك اولا السوديوم موتاسيوم بمب لان يؤثر الى ازا عملت بروانجي بلوكيج لازم تعمل بروانجي بلوكيج اربعة اكتر انغي السوديوم تاسيوم بمب تماما يبقى ناقس تسعين يبقى ناقس ستة وتمانين يبقى بنقرب من فارينج لابت يبقى بيحصل دي بوارزيشن خلاص يبقى بيحصل دي بوارزيشن مشاهدة لانك انت ما بدتش من النقطة اللي هي ناقس نسعين بدت من النقطة اللي هي ناقس ستة وتمانين طبعا اعاوز اقولك حاجة ان ده يسهل شوية الوصول للفاري ليفل عشان كان ميقولي أفكتيد ده ده سؤال طييل و قوي و ادي اجابة مزاجئة رولف سوديوم رولوف بوتاسيوم مع بعض رولف سوديوم موتاسيوم بمب رولف سوديوم هتتكلم عليه في ثلاث نقاط اهم الاول الجمنة الاسية وبعدين الحاجات اللي بتأثر في سوديوم بريمابيلتي وبالتالي في الديي بلوزيشن وبالتالي في الاكساتيابيتي اي حاجة بتأثر في سوديوم اينفلكس هتأثر في الديي بلوزيشن هذا الجدوى الأولاد وعرف أهمهم مين أسمعها منك مين أهم حاجة تأثر في الاكسايتابيليتي اختار أي من الأربعة أسمعها صح؟ ايونايس كالسام لو طلعت بدي بس يبقى كفاء علي ايونايس كالسام ايونايس كالسام لو قلل ايونايس كالسام تزيد الاكسايتابيليتي لما حتى حد ايونايس كالسام تشد عضل كتير يبقى ده زيادة في الاكسايتابيليتي اقول نروح خد كالسام اشتري من الصادرات كالسام وقول لك حاجة معلومة تانية ومجنيسة مجنيسة مجنيسة نصف فعالية الكالسام انا بقى تقولها مع الاندوكراين عشان كده كالماك اللي هو الدواء بيتباعه الاثنين مع بعض في الناس اللي عندها الاكسايتابيليتي ايونايس كالسام يبقى الصدي يدخل مفيش البادي جارد يبقى يعمل ديبولازيش يزود الاكسايتابيليتي يبقى النقص يزود والزيادة البادي جارد واقف ينقص الصدي يقال الاكسايتابيليتي علاقة عكسية ايونايس كالسام تنسى الاربوحة دي حفظتها لأيدياتي ثم الهايكوناتريميا ثم البلاكيج هنا الاول تقول مرض الفاميليا التوري برالسي وعن الهايبر كاريميا ما هي واحدة هيكو واحدة هيكو ثم البلاكيج وعن السوديمتاسيوم بامب تتكلم على البلاكيج ولا تنسى النقاط الاساسية اللي عرفتها لك ان الهداية الثالثة كانت قبل كده الهداية الثالثة كانت قبل كده الهداية مرتبطة بالبوتاسيوم وهو الاخطر اما العكس الهداية اللي هو مجازا بنسميها الهداية يبقى مرتبطة بالعكس بالصدي طيب نيجي الصفحة الاخبيرة ودي اسأل كوندكشن او تروباجيشن او اكشن مبتنشن ده السؤال السابع اجب معلك الاسئلة اخطتلك لوحة بالسبع اسئلة عشان تبقى عارفة قلطف الحاجات الكهرة تفهم كهربة النرف كويس تسمع محاضرات العبد الله كويس تريحني في السيركوليشن جدا بعد كده ده في بازيس في فونديشن تريحني في السيركوليشن كوندكشن او تروباجيشن او اكشن مبتنشن الاعصاب نوعان يعني ان ميلينيتد يعمى ميلينيتد يبقى لازم تجاوز السؤال ده في حدتين هؤلاء نوعان كان ميلينيتد shy السؤال ده نوعان باع انت اسرع واحد او مين؟ ثوماتيك. فربنا ادى له ثيك ما النيتد ايه؟ بينما في الاوترنوميك ساب له بيل وسيل. طب عدد البري الى البوست. البوست قدي البري تسع مرات لان وظيفة الجنجلون بتزول عدد اثنوميك فايبر عشان يكفوا الورجنج كتير. فعشان كده الكتار نستخدم الفايبر وفيه على بوستل انجلونيك سيل. اما النيتد بطيقة متر في السجن. انما الاوليين يستخدم حاجة احسن شوية اللي هو البيل. عشرة متر في السجن. اهم اكتر نوع من العصاب في الجسم الكثير من الزبلاء مش عارف ديه. الاصغر سنة خليل اقول لها. لان اه هي بطيقة بس فيها ميزة لا تخفل انها ما بتاخدش مساحة في الجسم. فيش مال انشيس خالص وعندنا مشكلة زحفة في الجسم. قلت لك حتى في الاستولجيا ما بيرسموا الخلية وعسلين فيها اثنين تاتة اورجانيل غلط. الخلايا في الجسم مليانة اورجانيلز عضيات الخلية عشان كده الخلوب والدخول منها بيبقى فيه سابوي اسمه مايكرو تيبيولز. ما يمكنش تمشي في الزحمة دي. بالاورجانيلز. الرسمة دي مجازا. لو ما انتهلكش ممكن تقوم ببيت عمرك. فاكر الخلايا فاضية في اربعة او خمسة اورجانيلز. ربنا ما يضيعش الاسبيس. ما فيش اسراف سبحان الله ولا في الفراغ. لمن يفهم. يا الله شباب. فلما يجي لي سؤال بعنوانين. الاسبوع من الاسبوع. هاتجوجو. في المال لديد. سي وفي المال لديد. او البي. هتقول ان الاكتف اريا اللي فيها الاكتف بيبقى الاوتر سيرفيس نيجاتيب والانر بوستيب في الديبولاريز ستيت بينما الحتة اللي جنبها اللي لسه ما وصلهاش الاكتف بيبقى في الديبولاريز ستيت ملف وانه اصلي والانر بوستيب قليلاJS 텐데 الات متτη في الديبولاريزيس تاخدي جملتين اكتف ال hare يخز ديبولاريز ستيت الاتج الميوجبي يلي برج جملة التانية الاتج الميوجبي لا يوجد الحاجي جملت جملة الثالثة اهم جملت انت اوريبقى لاثا هنتكلم على سيرفس ومفهوم للسامع ومش هنكتب للمنتعن انه جواه يحصل العكس اللي هي الشرح الاثنان يبقى دماغه فيه حاجة عاوز يلخبط الطلبة انت تتكلم على ناحية وجواها العكس نيجاتف جنبي في بوستف تفتكر لو ايجبنا الطفل في ثالثة بتداي يقول ايه نيجاتف جنبي بوستف مية المية نيجاتف تشارجيس وياتراكت البوستف تشارجس هيحصل لوكال سيركيت دائرة موضعية دي لو ما كتبتها لها سيكون سيف blue local circuit في منول لحظة انا باستخدم الالوان الرسومات لما بقولها من اليوم مرة حصاد السنين انت جوابني اللي بعدها سؤال المكميوه هل لوكال سيركيت باسيه ولا اكتف بوستف يبقى ده طبعاً وين؟ يبقى باسف. دي اهم جملة. النجاتب يسحب البوزتف يسحب البوزتف يسحب البوزتف يسحب البوزتف يسحب البوزتف. الطالب اللي فاهم بس ودول عددهم قليل. الأوتر سيرفس معلوهوش قلتها في اول محاضرة بوزتف فقط. عليه بوزتف أكثر. في عليه بوزتف 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 ونجاتب. فمسحب البوزتف أسحب البوزتف أسحب البوزتف أسحب البوزتف مين هيبقى تحته؟ النجاتب وهو المطلوب. هيحصل دي بوزتف للحكة الريستنج. لما توصل الفايرنج ليبل تدي يلا سمع منها اكشن بتنشيل. للأوائل نيو اكشن بتنشيل. اكشن بتنشيل ما تنقلش من هنا فيش حاجة بتمشي. الأكشن بتنشيل تسبب في حدوث أكشن بتنشيل جنبه. وده هتسبب في حدوث أكشن بتنشيل جنبه. فبدأ الأكشن بتنشيل بيمشي. دي حتة جميلة حبة فقط. حقيقة الأمر لما بنقول بروباجيشن و اكشن بتنشيل مش معناها ان الاكشن بتنشيل ده بيمشي. الاكشن بتنشيل اللي حصل في الحتة دي حصل هنا دي بوزتف سحب البوزتف فساب ورا نيجاتف فطالع هنا اكشن بتنشيل تاني وده اختفى. فبدأ انه مشي خطوة طالب قال لي دينا مثال طفولي حلو نفهم بيه. عارف لما بنلاقي عارف المصابيح دي اللي بتبقى عاملة مربح حوارين حاجة وبقاين بالكمبيوتر دي تولع و دي تطفي دي تولع و دي تطفي فانت يتهقلك النور بيحصل له ايه. بيمشي ما فيش حاجة بتمشي لبها بتمشيش هو دي طفت و دي ولعت دي طفت و دي ولعت دي طفت و دي ولعت فبادت انه النور ماشي. ده للناس اللي فهمه. يبقى اكشولي ما بيطلق مش نفس الاكشن بتنشيل مشي خطوة الاكشن بتنشيل تسبب. يعني ايه لما ديت هنا ستيميلاس حصل هنا دي بوزتف بقى ده نيجاتف. اكشن بتنشيل راح تساحب البوزتف اللي هنا. تبقى هنا دي تبلاريزيش. وصل للفاير ليبل طلق اكشن بتنشيل هنا وده اختفى. وهكذا انسو اون. يبقى دا يختفى دا يطلع دا يختفى 1 دا يطلع. فبادى ان الاكشن بتنشيل بيبرباكيه. انا هو اكشلي ما فيش اكشن بتنشيل بيمشي Kelpon Action تحول اكشن بتنشيل بيولد اكشن بتنشيل في منطقة اللي جمبه اللي جمبه وولد في اللي جمبه فبدأ ان الاكشن بتنشل ماشي للي عاوز يفهم معرفش هل ده وصلتك في المحاضرات واللي هم فيها تبقى فاهم فين اهم كلمة هي يا شباب ما قلتش ديها لا ينتظرك اي نمره يبقى تاني هقولك جمل تاني الجزء الاكتف اللي هو خادل استيميلاس خلينا نركز في ناحية واحدة يعني برا نيجاتف مفهومي جوه العكس الجزء الريستنج حتى من كلمة ريستنج هو في الريستنج ميمبر موتنشل هو الريستنج برا بوستنج الجملة التانية يبقى الاكتف برا نيجاتف جملة اولى الريستنج برا بوستنج جملة تانية اهم جملة بتاعت حضرتك اللي لما تلاتة باللاحظ نيجاتف جنبي بوستنج بيحصلي لوكال باسيف سيركيت سيركيت الريستنج يسحب البوستف يسحب البوستف فمين يبقى تحته؟ النيجاتف لان احنا هنا برا في بوستف اكثر ميش فقط لما تشيل بوستف يبقى النيجاتف واهر مفتلوب يبقى الحيطة الريستنج حصل الله يكمان دي كوطارزيشن عندما تصل إلى فارين يطلع نيو أكشم فوتنشل ليس الأكشم فوتنشل ليس الأكشم فوتنشل ليس الأكشم فوتنشل ليس الأكشم فوتنشل يبدو مثل المصابيح أن النور ماشي نقوم بالميلين نيتد نفس الجملة هي الميلين نيتد هو الوزن ميلين نيتد وهو ميلين نيتد حتى يستخدم ميلين نيتد الإجابة منطقية لكنها خطيئة هناك جملة لعبد الله منطقية لكنها خطيئة لكي يستخدمها في الامسكيو. لا فيه شواند سيلز بس انه اكتف. المايلين شيث ده انسولاتر عازل لا يسمح بمرور الاينز. انما فورشينتلي اناف انه انترابتد يعني مش موجود عند النودز اوفران فيدر. لا شح. اشرح نفس الجمهة هي بس بدل ما تقول ايريا تقول نود. اتفقنا. يبقى تقول الاكتف نود في حالة دي بولاريزيشن. الاكتف نود اللي خادت الاستيملس عندها الاوتر سيرفس نيجاتف. دي بولاريزيشن يعني بره نيجاتف. طب بدأ تقول ريستنج ايريا. يقول الريستنج نود في حالة. في حالة. في حالة. نفس الجمهة. طب جملة الثالثة عليك بقى. هنا كان حصل اي فين جملة مهمة حصل لوكال باسيف سيركت. هنا نفس الجملة. النيجاتف يسحب البوستف. يأتراكت البوستف. بس بص الألفاء. ده بوزيتف تشارجيس اسمها. افتحوا ايديك. ده بوزيتف تشارجيس. هكذا ساتمها. هي لو كنتم تجاريش فلسته نتمرة. الكندوكشن بالقبض. سلتاتر بالقبض. لما تاخد البوستف يبقى دي بقى ايه ناجاتف بقت الريستنج نود. في حالة. لما يوسف الفاريني نافل يطلع. أسمعها منك بقى يطلع إيه 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 أسمع نيو أكشن كوتينشيل فالأكشن كوتينشيل ينقضي في أول نود ويطلع في ثاني نود ينقضي في ثاني نود ويطلع في ثالث نود فبدأ أن الأكشن كوتينشيل بروباجيتد يبقى هنا بدل بالبلد ما تمشى بقزف يبقى إيه الفرق بين المال النيتل أم النيتل بسرعة إننا أمود أنه مورفيلاستي أسرع تصل أب تو فيفتي فولس وإذن شاحل العدل يقول لها bust أم أب تو فيفتي فولس ويقول لها كامل إحنا قلنا يقولنا فاكر A 100 وB 10 والC 1 يقولوني التي تصل أولك بس من 5 من 2 يعني أيًا سي أقصاها 2 متر وإذا الشاحل بالـ A 100 المتر كم مرة أدى 2 متر في الثانية؟ 50 مرة لكي كتبها أدى 50 فولوس أفهم كل كلمة على بعض حتى الأرقام بشرحها لأنه أدى 250 فولوس لأنه أدى 200 متر أدى 50 مرة أدى 50 مرة وأنه أدى مرتبط بالسهول فقد أدى 70 مرة لقد أدى 70 فولوس وهذا لم يتم التحديث فهذا يتم التحديث فقد تعتمد على القفزة لتسكن فتهدي دوريها تعتمد على الثيكنس يعني كل ما الثيكنس زاد بيزيد الانترنودال ديستانس انما الصح في الفهم ان مش كل ما العصب بقى اسمك يبقى سرعته اكتر زي ما فاهمها بعض الزبالاء الاصغر سنة يسمعوني كويس لما العصب بيبقى الثيك مالينيتد كل ما المال نشيس يبقى ثيك ده بيؤدي لي ايه؟ المسافة بين النود والنود تزيد الانترنودال ديستانس تزيد وعليه القفزة تزيده والتاني بأسرع مشي الثيكنس اللي عمل السرعة اللي عمل السرعة اللي فاهم الانترنودال ديستانس طيب التاني مور فيلوستي ابتو فيفتي فولز ولس انرجي ناخد وقود اقل حاجة مش في الحياة انا ممركب عربيتي وادوس على البداية بتاع الجاس همشي بسرعة هستغلب أقود أكتر عند ربنا سبحان الله لا هتمشي أسرع وتستغلب أقل ليس انرجي طالب زكي قال لي على فكرة قال له ايه؟ قال لي انت الكندكشن اللي شرحته ده ركزت على انه باسيب يعني النيجاتيب بيسحى بالبوستيب انت قلت لنا ان ده اول الكندكشن مفوش ايه طاقة فانت ايه حكاية الطاقة دي؟ احنا فجأة كده طلعت لنا انت بحاجة قلت لنا ان دي بتاخد طاقة اقل مع ان شرحت انت بتقول ان النيجاتيب بياتركت البوستيب دي عمل ايه باسيب ماذا شرحتش فيها ايه طاقة تمام؟ قلت له صح قال لي جاءت الطاقة منين؟ اقول لها جاءت الطاقة منين؟ ان كل نقطة بيعدي عليها البرسم هذا كان عشان مش مرسومه كل نقطة بيعدي عليها الـ ازاي بيحصل بيدخل السوديوم بيخلي جوه بوستيب وبره نيجاتيب عن دي بولارزيشن وازاي بيحصل بيطلع البوتاسيوم يرجع تاني برا بوستيب وجوه نجته يبقى اي نقطة هاش يبقى اي نقطة هاش يبقى بيعدي عليها اهي الـ ازاي عمل دي بولارزيشن بان السوديوم داخل فعمل دي بولارزيشن وازاي عمل ري بولارزيشن خدت بالك اللي حصل يبقى كل نقطة بري بيها الاكشة متنشى بوز ترتيب الايونات خلى السوديوم اللي مفروض برا في شوية منه جوه شوية شوية صغرين قوي 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 قولنا مفيش ريفيرسل اوف كونسونتريشن شوية صغرين داخل وشوية بوتاسيوم خرجوا مش هينفع كده انا عاوز ارجع السوديوم في مكانه برا ومتاسم مكانه جوه ارجع بايه انت جاوه بايه السوديوم متاسم بام بام اكتب ولا مش اكتب اكتب باكتب بس عفكرة انا ما عنديش اكل كل واحد يجيب معاه طبقه كل واحد يجيب طبقه وبعزلنا ازاي اهو كده نظام كل واحد يجيب طبقه معاه بعد ما انتم مشيتوا سبتولي البيت فيه ميتة يعني فيه الاخبطة جملي فانا استقدمت ناس بعشرين دولار في الساعة عشان خطر انضافوا البيت يبقى العزومة دي كلفتني فلوس ولا ما كلفتني كلفتني مش في العزومة نفسها في اللخبطة اللي حصلت بسبب العزومة اهو ده بالضبط الكوندكشن يبقى الكوندكشن نفسه باسب اهو باسب بس عشان يحصل اكشن بوتينشن في كل نقطة اتلخبطة الايونات دخل السوديوم عشان يعمل وخرج البيتاسم عشان يعمل فالكوندكشن نفسه ما كلفتنيش فلوس لكن بعد الكوندكشن سابل الايونات بتلخبطها عشان اعيد ترتيبها تاني دي عاوزة طاقة عشان كده قلنا الكوندكشن عزومة كلمتني في كليفتني فلوس الكوندكشن ادن مش في الكوندكشن نفسه في ماتلة طب حضرتك في الامة اللي تلبيت بيتلخبط كله لانه كله بيسمح بتبادل الايونات يبقى اي راك في كمية السوديوم تاسيوم بامب اللي عاوزها كبيرة جدا بينما هنا اللي اخبطة مقصورة على مين النوتزو فرامفير يبقى محتاج لس سوديوم تاسيوم بامب عشان كده عاوز لس انش ده الفهم ياولاد يبقى بماذا تميل تقريبا انها الفيلوستي اكتر حاجة مش موجودة في الحياة سرعة اكتر وطاقة اقل مور فيلوستي ابتو ابتو كان بقى نزابه كوازينات 50 فولس ويتنيت لس انجي مع ان قلنا ان الموضوع باسف الكوندكشن نفسه باسف بس بيسيب لي الاناب منتلخبطها اعادة ترتبها محتاج سوديوم تاسيوم بامب هنا لخبطوا البيت كله انما هنا لخبطوا لي بس النودز يبقى هنا هستهلك واقود اقل لسه بمتسمى ده السؤال الاخير اللي هو الكوندكشن او البروباجيشن لا تنسى اهم كلمة هي هنا لما تقول النجا تب بيسحب البوستر هيحصى ليه هنا ده اهم تلك كلماتة وانت بقى انت بتذكر في ايان كم مصدرك الكتاب بتاع الجامعة بتاعك هي دي التلت بومل حتى لو مش كاتبهم نكتبهم نفسك بمتسمى الوضوع ادت الى ان الاكشا موتنشت ده ما تنقلش هنا طلع هنا بقى للأوائل نيو اكشا موتنشت طب وهنا فين الدولة المهمة ادت الى انت تتكلي كوندكشة في الميل نيتد اللي هتتتماس بايه مور فينوستيو ليس انرجي نيجي بقى الغلطة رشور ليس ذملاء يبقى اني اعصاب احسن طبعا ال الميل نيتد اسرع وقود اقل ومع ذلك وانتو بس اللي فاهمين عدد الام الميل نيتد في الجسد اكتر بكتير من عدد الميل نيتد لماذا؟ انتو عارفين ان الام الميل نيتد فيها ميزة لا تخفل ان حجمها طبعا انكبرة عينا في الرسمة لانها مش كده هتشوف دلوقتي بالجدوى يا بري فين ما بتاخدش مساحة اه هي صائعة عربية بتستهلك وقود اكتر وتاخد بنزين اكتر وتمشي اه ابطأ بس بتاخد حب مصغير في مدينة مزدحمة اللي هو الانسان قلتلك لو كان كل الفايبر اللي لم يعرفوش الزملاء معلومة للزملاء بحيث فاقر معاق العم لو كان كل الفايبر زولاد لو كان كل الفايبر ايه طايب الايه الفا كان بقى النخاع الشوكي بحجم الترانك تخيل النخاع الشوكي بس كان بقى قد الترانك قد الجزء وبالتالي كان الانسان بقى قد الديناسور والديناسورات اللي انضهت لان حجمها غير مواكب لجاذبية الارض رحلة البحث على الهواء بسبب الحجم الضخم الغذاء اسف بسبب الحجم الضخم ده صعبة جدا وعاول زواقود رهيط فانضفرت من خمسة وستين مليون سنة طبعا مع اول نايزج ارتطم في الارض هنا عندنا المكان اللي حصل فيه الاتطام في المكسيك انضفرت ده الحج بالامسة الانسان فربنا بقى يرتبهم قوة عاقلة كاملة حيث ينبغي السرعة في السوماتيك نتديهم ايه؟ طب البريجانجليونيك اوتوناميك عايزين نمشي اولا نطوله؟ عشان كده الجنجلي كتيرنان في حالة البارا وفي حالة سيمباتاتيك ماش قادرين نحطها دوها وقلت ليه لحضر المحاضرة نحطها جنب الأورجان يبقى البريجانجليونيك طويل قوي ده الحلو البيل سريع عشرة متر وجوه صغير سي بس بالنسبة واحد لتسع قطار اه بس حتة صغيرة سي اكتر لان بياخدوا مكان اقل اتمنى الزملاء يعرفوها ما يقولوش الحاجات الغريبة انه طبعا يبقى لقيه احسن لا لا ليه عرف ليه؟ ايبقى قولها الزميل لانه وراء الخلق خالق عندنا مشكلة زحمة في الجسم الخلية ايبقى قولها لزمناء طوال جستوليجي ماش فيها تاتة اربعة اورجانالز زحمة زحتة ومالي ربنا عمل سابوي مش هامش انا فصل الارجانالي للتسهيل بنرسم تاتة اربعة في مشكلة نقص في الجسم فالامثل يبقى معظمهم ارفع نوع لوال سي وان كان ابطع ويحتاج مور انرشي فاضل سؤالي الامس كيو ونبقى خلصنا قلنا اول سؤال ان النوع الاعصاب اي و بي و سي حسب الفيلوستي التقسيمة دي اساسا حسب الفيلوستي مش حسب الدامدة هو طبعا الفيلوستي مرتبط بدمدة بس التقسيمة دي اتبوردنج تو الفيلوستي لو سألك في ناس ما تعرفش يقولك حسب الدامدة لا حسب الفيلوستي اساسا اه احنا فاهمين انها معتمل على الدامدة وانتو فاهمين اكتر من كثير من الزملاء انها مش كل ما الثكني السرعة زادت لما الثكني يزيد الانترنودال ديستانس نيجي بقى النظام الانجليزي قاعدوا معانا حاجة و سبعين سنة يحتموا بقى ايه الدقة حيثوا لها انباغي الدقة لا يوجد اي قيمة للطبيب ايه 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 تفدي في ايدي في عاكت ان انا اعرف ايه بالزبط كان مايكرون و بي و سي نقولها عشان الامس كيو بس ايه السرعة ايه بين 2 ميكرون ستقوم بتحفظ استعمال الفارق بي 1ル5 ميكرون سيه اقل من 1 يعني اقل من 1 وعين 1 ل5 وعين لمدة 1 20 نحن حافظ الفيولوستيك هي الطريقة الانجليزية ولا يوجد كتوبين نحن نحن ان تفعلها سيه بي 5 ل 15 بي 20 المتر في السنة. شوف النظام بقى الالماني اللي تحته بقى. ده واخده من كتب المانية. واحد عشرة مية. طول عمرك فاكره. واحد عشرة مية. وخد بالك انت لو قلت انا من نص لاتنين ما هتنصهم واحد. يعني لو جالك من نص لاتنين يبقى في نصه انهي رقم واحد يبقى دي سي. طب خمسة لخمستاشر في نصهم مين عشرة يبقى دي بيه. فهمت عممكن تجاوب الامس كله انت زاكي. الفايبر هنا عشرين مية عشرين يبقى دي اني فايبر في نصها مية عشرين يبقى ايه. دي سيز وايل المال حاجة. والانجليز حاجة تاني خالص حتى بغباوتهم طلعوا برا الاتحاد الاوروبي. وعشان كده ايه انحضار في الاقتصاد راهيض في انجلترا. غباوة تاعت الانجليز. نيجل سبايك دوريشان طالب زاكي. فكر فكر. ما تحفظ يا بابا. لما يبقى حاجة يعني لطفل في تالتة ابتداء. حاجة اسرع. انسى الفيسيولوجي. فتاخد زمن ايه اللي ماشي بسرعة ياخد زمن ايه ايه. اقال. عشكد هنا بالعكس. الايه السريعة. الاسبايك دوريشان نص مليساكن. البي. واحد مليساكن. السي. اثنين مليساكن. فهم? يبقى فيه تناسب. عكسي ما بين الفيلوستي والديوريشان. يبقى دول ترموتهم ببعض. تاخدهم مع بعض. شوفت حافظتها بطريقة سهلة. واحد عشرة مية. هنا ابتدي بالعكس بعلمية تبقى نص واحد اثنين. حلوة واحد. بس ده اللي مطلوب من هنا. ايه اللي مهم جدا اللي بعدها? انه. ال ايه احسن مثال سوماتيك فيبرز. البي. بري جانجيرونيك اوتوناميك. السي بوس جانجيرونيك اوتوناميك. قلناها ميكبر. نيجي الفايبر دي مصلي سنسبلية. طبعا كان منها غلط كعادتهم يعني. بس نقولها جب هم عوزينها. كل حاجة غلط. ما بيش صفحة اللي فيها اكثر من خطأ. يلا لنا الله. لنا الله. لنا الله. سامحهم الله. الحقيقة يا اولاد. دلوقتي انت لو دهنت الثلاث اعصاب بلوكل انثيتيك اللي هو اخدنا الماثر دراك كان اسمه كوكاين. اهي. بص في الراسل ايه. اهي كده. ده انتهت بكوكاين كده. ده هو لوكل انثيتيك. ده السي وده البي وده الايه. ينفز الى مركز ايهم اولا ويؤثر فيه اولا. واضح من الراسل. هيأثر في السي ثم البي ثم الايه. يبقى عشان كده نقول السي موست سنستيب للوكل انثيتيكس. اللي هم الكوكاين. حتى حلو عاوزها السي مع السي. الكوكاين ده اصله ده اشهر سؤال في الامس كيو. الكوكاين بيأثر اكتر حاجة على السي. مش فقط على السي. السي ثم البي ثم الايه. طيب بص كده. مين اكبر عصب? ايه? يبقى ده يحتاج اكتر كمية دم. ما هو فيه فيه العصاب هنده ديس الصغير اللي هو اعتبره زي السبوت بتاعت الليزر دي. اسمو فازا نيرفوزا. الوعاء المغزي العصر اسمو فازا نيرفوزا. فهما الثلاثة عاوزين دم. عاوزين اوكسي. يبقى بالعكس من يتأثر بنقص الاوكشن اولا اللي محتاج كتير. اللي هو الهايبوكسي. هايبوكسي على نقص الاوكشن. طب ولو ده غط على العصب. لما بتعمل بريشرا بعضهم اللي مش فاهموا عدم من زملائي اصغر سنا. لو ده غط على العصب. يبقى انت قفلت البلد فيسل. يبقى قللت البلد سبلاي وقللت الاوكشن لاتنين. لا فيه نيوترين. ولي فيه اوكشن. يبقى مين يتأثر الاول اللي محتاج كتير? يبقى الاي ثم البي ثم السي. بالعكس. يبقى الكوكيين السي ثم البي ثم الاي? الهايبوكسي والبريشرا. يأثروا اكتر على المحتاج اكتر. ده محتاج اكتر اوكشن. وهتأثر بالضغط اللي هيقفل الفيسل هيقلل الاوكشن والبلد سابلاي. ال اي ثم البي ثم ده الترتيب الصح. ده الشرح الصح. نيجي بقى لهم كابينه. كابين؟ قلتها صح. قال لك أن السي مصنسي بلوكال انثاتيكس. بس طبعا البرشير والهايبوكسي يؤثروا على الا اكتر واحد ثم البيس وما سي لهم موزعينها. قال لك الا بالبرشير والبي بالهايبوكسي. كلام عمري ما قاريته في احدة في الدنيا. حاجة كده عاملة زي كولاترا الفاراسيمباثاتيك. حاجات الحلوة يعني. المهم بصوا. هنصحكوا في الامسيوكالاتي. انت هتجاوب كما كتاب الجامعة بتاعتك. مش بمش الصح. مليكش لعب الصح انت. الصح هذا يعلمه لك العبد الله. انما انت هتجاول عليك. لو قالوك الشمس تشرق من الغرب. نحن عاوزين نجمع نمى. مش عاوزين نعرف ده وجهة نظر. لما تبقى تيجي هنا. اه من حقك. رئيس القسمة تناقش وتقول له ده غلط. ويحترن كلامك جدا. فده ده اللي هنا. فده ده اللي هنا. فده ده اللي هنا. فده سي باللوكال انثياتيك اللي هي كوكاين. البي بالهايبوكسيا. الجادول ده امسكيو. ده بعرفه. اللي بالاحمر هو الاهم اللي بي جي. واحد وعشرة مية دي اسهل طريقة. الديوريشن بالعكس نص واحد اثنين. ده سوماتيك ده فيجانجرونيكوتروميك ده بوسكينجرونيكوتروميك. السيه تأثر بالكوكاين. الاي بالبريشر والهايبوكسيا. اكتر بالبي اكتر بالسيه هم قالوا لا. الاي بريشر والبي هايبوكسيا. طيب. اخر سؤال. حاجة اسمها. نيوترو نيورو تروفينز. الكلمة انا محللها لك ايه? اي ان يعني ياولاد. يعني بروتين. نحن تعلمناها. تروفيك يعني مغزي. تعلم هنا بتتعلم ترمينولوجيا ده فوق البيع. مفيش كلمة ما قولش جايبينها من هنا. ده غير التاريخ العلم. بتعلم كل حاجة هنا. محاضرات بحق حي. مش هستخسر فيه كله بقوله في امريكا وكندا يجا قوله انتم اي حاجة. مش هيحسن. ومع ذلك اقرى المصدر اللي عليك. بس افهم مع العبد الله. هتكون مختلفين هنا تصنع الاوائل. ناس مختلفة. يبقى بروتين مهم لتغذية العصر. يعني هي كلمة بتقول انا نيورو تروفينز. علمتك هم بيكتبوها من الشمال اليمين. احنا اهل مين. اي كلمة لها صعبة؟ اقراها من اليمين للشمال هتفهمها. اي ان بروتين. تروفيك مغزي. للاعصاب. للنيرونز. بروتين نسيسري فور. نيرونل. جراف. ديفلوبمنت. ما هو زال الاغذية. انت بتاكل عشان تموه. وتتطور. يبقى بروتين نسيسري فور. نيرونل. جراف. ديفلوبمنت. ان سورمايب. مين يبيعملوا بقى? مش الخلايا العصبية نفسها. الخلايا العصبية. يعني خلايا. يعني خلايا. يعني خلايا. يعني غرائية. زي الغرع. ده معنى كلمة. الكلمة الصعبة بقى. انه بيبقى يعني هو بتعمل بالخلايا اللي جنبها. يدخل جوه الخلايا العصبية. ويمشي عكس الاتجاه. ريترو جريت. ده سيل بادي. يعني انت عارف الكهربا. ماشي ياولاد. هرسمها لكم هي. الكهربا. بتبقى ماشية. من السيل بادي. ناحية النبس. ده اتجاه الكهربا. هنا المادة دي اللي مهمة للتغذية. هرسمها بلول لازا. بتدخل. وتمشي عكس الاتجاه. ريترو جريت. اه. 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 تمنى تبقى. يبقى الكهربا ماشية بلول احمر. وتمشي من السيل بادي. ناحية النبس. انما المادة دي انترنلايز. يعني تدخل جوه الخلايا العصبية. وتمشي. ريترو جريت. يعني عكس الاتجاه. ده اللي هو. يبقى الكلمة بتقول ان هو عبارة عن بروتين. مهم لتغذية الخلايا العصبية. كرواثتو ديفيربونتو سورفايفر. لازم اشتاكل عشان تمو تتطور وتعيش. مين اللي بيعملها مش الخلايا العصبية. الخلايا الغرائية. وتدخل جوه الخلايا العصبية. انترنلايز. 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 ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله. فاضل اللي عاوز بقى يعوب معي. ادي له الاسئلة النظرة التي لا يخرج عنها. اديكم المجموعة دي. وازن الله في الاخر. هنبقى نعمل مراجعة لريتم بس في الاخر. خالص بازن الله كده مراجعات خاصة. ايه الاسئلة اللي بتيجي. اهي. في سبع اسئلة لا يمكن يخرج عنها. اهو ماشيلا. اول سؤال. اشهر حاجة بتيجي فيه. يعني ممكن يجي كله. يعني تتكلم على الريتوب ابليكيشن والسترنث والدوريشن. لكن غالبا بيجي لك اهو باللول احمر. اني اهم حتة. تاني سؤال اللي هو. تتكلم على القياس بتاعه القيمة بتاعته تملي بعد القياس تكتب النورمال ستاندرد. قاعدة في الطب. اي حاجة تكتب ميجرمنت. يجي العنوان اللي بعدها نورمال ستاندرد. بقيسه بالفولتيميتر. بحط الالكتروب بره والالكتروب جوه. يبقى القيمة كام؟ ناقص تسعين او ناقص سبعين او اقل زي ما قلت. اهم سؤال هنا بيجي الكوزي سوفريستيج مان بروتنش. مش هيقول لك اشرحوا كله. تالت سؤال. اللي هو بتاع هودجكن و هكسلي. الفولتج جيتة سوديوم ان بوتاسيوم تشانيل. وقلت لك ازاي تشرحها. هتقول. تشانيل يبقى بروتين. في حالة البوتاسيوم تفوق بوتاسيوم بس. في حالة سوديوم تفوق بس. هنا في تو جيت. هنا في وان جيت. وتشرح قصص دي. طيب رابع سؤال. الاكشن مبتنش. ان هي نوع اللي بيجي. ممكن منوفيزيك. ممكن بقى العبط. نجيب باي فيزيك. نجيب كومباون. اي عبط بقى. انما غالبا من اللي هيجي. المونوفيزيك. ولازم غزبا عنك تقول الايونيك بايزيس. مفيش اكشن وبوتينشن من غير ايونيك بايزيس. ما تكتبش الاكسيتاميلتي تشينجيس إلا زا طلب. تازم تطلوها. سؤال الخامس. ايه الايفكتوف سبتريشون استيميلاس. بيعمل حاجة اثنين. اول سبعة الاكترو تونس. وباسب. قط بالسالب. يكونوا يسالب. يحط شعنات سالبة. منرموش دعوة. الاكترو تونس طيار مستمر. الاكترو تونس. طيب وتشرح بقى في كات عند الكاثود وفي اه. وفي تاني سبتريشون بيعمل. ايه اشهر سؤال هنا يجي يقولك الجدوة اللي هو السبع نقاط دي. الديفرنس ما بين اللوكال ريسبونس والاكشن وبوتينشي. وعلى فكرة على فكرة. النقطة المهمة في النظري في نفس الوقت المهمة في الشفوي والامس كيو. والعكس ليس صحيح. يعني في حاجات تسئل امس كيو شفوي ولا يمكن تيجي نظري. لكن كل ما هو نظري مهم. فهو شفوي وامس كيو مهم. نظري مهم السالف. فهو شفوي وامس كيو مهم السالف. اتمنى بعضها. السؤال السادس. فاكتورز افكتنج ميمبرين بوتينشن اند اكساتابيلتي فاكتر سوديوم بوتاسيوم وسوديوم تاسيوم بام. السؤال السابع. السابع. او يدي لك بروباجيشن او نيرد امبالس. هنا اتشرحوا عدتتين. في الميلينيتد وفي الميلينيتد. لما هنعمل المراجعة التحديدة انا هعمل ايه مش مش. همسك كل سؤال واجاوبه لك. تلاقي ان النيرف هنقعد قاعدة. كابل وارد خلص النيرف. يعني. وان لتشر. وان سابشك. يبقى حلوة كده. نيجي بقى يا شباب. الامس كيو. الامس كيو عموما نعرف انه في الميت ترمي بعدد اسئلة العاجل. وانما في المئاسف في الميت ترمي حتى. الترمي الاولاني هيبقى بعد كده. في النص. ما يبقى عندك مجموعة اسئلة كتيرة. الامس كيو ده. يعتمد على كلير مويندد. يعني ايه. القاعدة نمبر وان. ان اي سؤال. مش عارف اجابته. ما تعدش تفكر فيه. لسببين. اولا ده هيفقدك الترست. الثقة في نفسه. انين هو الاهم هاخد وقت. هيضع اسئلة سهلة. فاتفق هنا بنقول الطلبة كده. ان ما يجي لك امتحان امس كيو. اذا اجابة السؤال ما جاتش لزهنك. سيبوا على طول اللي بعده. دي اهم القاعدة. عشان ما تضعش وقت اسئلة سهلة. وعشان ما تفقدش الثقة في نفسه. خلصت. الاسئلة اللي انت واثق فيها. هترجع بقى اللي انت مش واثق فيه. في شوية قواعد. لازم تبعها. في قواعد بتقولك الاتي. انه معظم الحقائق في الدنيا لها exception. معظم وليس كل. فلما تلاقي السؤال فيه كلمة always. يعني دائما. او بالعكس never. ده غالبا اجابات خطر. الحاجات اللي هي ما لهاش exception دي غالبا بتبقى خطر. سؤال مجاوب نفسه. اللي هي المثل البلدي بنقول الحداية ما متحدفش كاتاكيت. يعني يقول لي ايه مثلا. ده مونو سينابتك ريفليكس في وان انتر نيرون. شكلها حل. المونو سينابتك في وان انتر نيرون. لا طبعا. لانه لو في قلنا وان انتر نيرون. فاكر. وان انتر نيرون اهو. يبقى فيه سينابتك مع الافرنت. وسينابتك مع الافرنت بقى بولي سينابتك. تبقى دي غلط. اما يقول لي. السكليتال مصل فيها مسكارينيك ريسبتور. حلوة. السكليتال فيها مسكارينيك. لا. السكليتال فيها نيكوتينيك زي الجانجية. المين اللي فيه مسكارينيك. دي نقطة مهمة تيني رجعتها هو. السموث مصل والكاردك مصل. مصلوا عليها مسكارينيك. يبقى فيه ثلاث نوع من المصل. اتنين عليهم مسكارينيك. اللي هم السموث والكاردك. انما السكليتال مصل عليها نيكوتينيك. يبقى سؤال مجاوب روحه يبقى غلط. سؤال غلط. غالبا وليس دائما. فيه طبعا حاجات فري رير. طيب. نيجي طيب. غالبا الجملة الطويلة الطويلة هي الصحة. يعني يوم ما تبقى توتلي كونفيوزد يبقى الجملة الطويلة هي الصحة. طبعا قبل المرحلة دي. مفروض ان انا بعمل قاتل. السؤال اربع نقط. فانا الاول بقول ان اي بي سي دي. النقطة دي والنقطة دي من الاربعة دول غالبا مش هما الاجابة. يبقى خلاص يبقى انا بحصر تفكيري في الاتنين التانين. لفضلي. في الاتنين تانين ادتك القواعد. مجاوب روحه مونوسينابتك فيها فيها وان انتر نيرون. كل ده غلط. في السكليط المسل فيها مسكرينك السؤال مجاوب نفسه غلط. الجملة الطويلة غالبا هي الصحة. طيب. ربنا ما فتحش عليك في اي حاجة. يعني ما فيش حاجة فتحة في بماغك خالص. اوعد سيب سؤال فاضي. دي اهم تاني نصيحة. يبقى الاول السؤال الصعب سيبه على اللي بعد. دي اهم نصيحة. اوعد سيب سؤال فاضي. لان احنا ما عندناش الصح الغلط للإضاءاء الصح. علموا اي حاجة. اي حاجة. طب تختار اي حاجة تبقى. اختار بي او سي. ليه؟ الامتحان هنا بيتحط بمكان. فبيعادة الاسئلة اللي اي قدل بي قدل سي قدل دي. عشان ما احدش ايستخدم القاعدة دي. لكن لما واحد يكتب بيكتب بالتحان. غالبا مش دائما يعني بيستصعب لكتب اول ايجابة هي الصح. وغالبا ما بيصبرش الاخرانية يخليها هي الصح. فلقوا ان ستيلي سبعين في المية من اختلارات ومش كلها. ستيلي سبعين في المية يعني فرصتك تبقى حسن في بي و السي. فاختار بين البي و السي واحدة بس. انما نيفر ايبر تطلع تطلع ما كانش عندي وقت تجاوب فمعلمتهاش. دي عابة. لانك انت لو جابوا ارد وعلم اي حاجة اي حاجة ارد ارد هياخد خمسة عشر مينة من النتيجة. بالاستاتيشتك كده بالاحتمالات. فاهم نصيحة لما تعرفوش سيبه عشان ما يضعش الوقت. وما تفقدش الكون. وقيت اي تاني اهم نصيحة ايه وعد تسيب سويا. ثم تتدرج ازاي في الحل. الاول لإكسيكلود الحاجات اللي متأكدين منها. يبقى التفكير ما بين اتنين. سؤال ما يجاوب نفسه. ده غالبا غلط. غالبا غلط. ما فيش دي ولا دي. خد ما بين بيو سي. الأرقام يا أولاد. الأرقام ما بيغيرش الرقم. بيغير التمييز بتاعه. يعني خب بالك ان احنا في التمييز هو المهم. انه مثلا بالميلي فولت. مش بالفولت. وفي عبلها ماينس ناينتي. تبقى اخي ببالك من حوالين الرقم. هو ده اللي بيلعب فيه. لو حصل تغير في الرقم حتى على اللي مكتوب عندك في الكتاب في حدود خمسة عشرة مية اقبل الرقم. افهم ليه? نفرض عجي بسلسة. ان احنا بنقول الميل عنده خمسة مليون خمسة مليون في كل كيوب كميليمتر. هل كل الناس عندها خمسة مليون? لما جابوا ميت واحد. لقوا حالي خمسة مليون. وعلى فكرة وبيفرق شوية من بلد اللي بلد. بس مش يفرق ان احنا يبقى عندنا خمسة مليون وناس تانية عندها اتنين مليون. لكن لو قال لي خمسة واحد من عشرة. حيلا كويس. مش كويش. ليه? فما بناش غبوات. عندنا بقى في حاجة تاني في الامسكولوزياء ده. ان الدقة الرهيبة في اللانجوج تضايعة. انا متكلم فيه لان افاهم ان اصدوم كده فوتهالهم. فيش دقة بدليل يا راجل يا راجل. ده 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 ده. ده 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 في الهيدننك الفكرينيان نيرفس. مسمناها كلاترال. يعني ناس ما عندهاش فكرة ان في هنا فرتبرا الكولم. حواليه فيه لاترال قدامه فيه ثلاثة قريبين من لاترال يبقى دول كلاترال. ازاي دول يبقوا قريبين من لاترال. هو الفرتبرا الكولم ده دخل في الدماغ فيه يعني خزوق لمؤاخزة دخل في الدماغ. المسافة دي تبقى كلاتر. يعني انا واحد قاعد جنب واحد بيدخل هو سموكر انا كو سموكر لكن قاعد في المبنى الوراية مبقاش كو سموكر بص اذا بقول اهم نصيحة كل في كتابه انت هنا انا بديك خمسة وتسعين في المئة من معلومات وهما الاهم وبديك حاجة اهم من خمسة وتسعين في المئة من المكتوب عندك فاية كتاب في الدنيا هنا مئة في المئة لان ما يحدسوش هنا خالص يعني بيسمعوني هنا بياخدوا مئة في المئة من المعلمات المطلوبة لان هما عايزين مهمة انا بديك خمسة و سيمة والاهم يعني هما الخمسة و سيمة الاهم مش مش بديك خمسة و سيمة وسائل 500 مهمين خمسة و سيمة اهم في شوية حاجات خمسة و مئة بتختلط من جامع لجامعة وناس مش فهمة اساسا يعني اهمية المعلومة هتقرأ في مصدرك وتلتزم بالي هو بيقوله لك لو قالك في بعض الكتب دي كولاترال صح اكتبها لهم كولاترال حلو خالص لو قال لك كذان بقول لك الكتاب بيقول لك الشمس تشرق من الغرب خلاص يبقى تشرق من الغرب يا باشا فيش اي مشكلة معايا يعني أنا مش عاوز يعني هقولها ازاي يعني يهمني مصلحتك ما يهمكش أنا قلت ايه مصلحتك اكتب اللي هم عاوزين يقول لك الكامد عمري يقولوا هنا على فكرة اللي قلت اللي نس يضحك علي لان تبقى الحقيقة حقيقة الصح صح ملهاش احتمالين يا غلط يا صاح انما احنا عندنا فيه من يقعط الامر ويقعدوا بقى يدفعوا سوري يعني عن الاخطاء انا عارف ان فيه عدد كبير بيسمعوني ودي ما تزعلنيش بالامانة انا مفصوب جدا انهم بيسمعوني يريد فرصة نتبادل عندهم حاجة مفيدة برضو مستعد ناخدها بس بس يدوها دي ويروني فين مفيد واخدوه ما عنديش مشكلة ان انا اتلقى معلومة من اي شخص واتمنى يبقى الاخر بالنسبة لي كده ان هو ادام شايف الدكتور ناجي بيقول معلومات معقولة ومشروحة كويشة ومفهومة ان يفهمها واللي مش حاجه يتناقش انما يعني غلط عليهم بصوا يا اولاد في الاخر املي في الجيل بتاع كنتو هو ده اللي ممكن ينهب بالبلد اديكم شفته التعليمي بقى ازاي تدخل محاضرة امس كيو معطبر بقى افكار مش اي مش 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 اشباه اشياء باللقسم اللي نعمل امس كيو وتنقشوا مع الطلب ده المحاضرة تعمل هنا ازاي ترمينولوجي تقول اصل الكلمات هاوزكوا تسألوا باللمحاضرين واتمنى هم هيتعلموا مني هيسمعوني وانا عارف هيقولوا ان احنا كنا عارفينها من الاول يا سيدي زي بعضه مش انا اللي اقيلها عارفها من الاول بس ولا في اي مادة تقول له يعني ايه معنى الكلمة دي كلمات لا معنى لما قولك حاجة دي قوله مين اللي عمل القصة له يحكها لك حتى تفهم مش ازاي هتشوف لما اشرح لك مع الكواجليشن قصة الكواجليشن القصة انك تفهمها حصلت ازاي مهمة للفهم مش مهمة كحدوتة ده الفكرة احنا الاسبوع القاضي بازن الله يبع عندنا عادي تلت محاضرات بس افهم بقى يبقوا ايه يبقوا اثنين بلد و واحدة مصل لان احنا خلصنا الحمد لله الحمد لله نحمده على كل شيء خلصنا انتو داكشن تنومك نير وكما انبغي فهيبقوا واحدة مصل و اثنين بلد بعد الاسبوع القادم هندي اثنين بس لان احنا مشينا كويسة هندي واحدة مصل واحدة بلد طبعا محاضرتين البلد اللي هم الاسبوع القادم دول درب نار اللي هم البلايتليتس والكواجيليشن الثيري والبلايتليتس والاكشن والامراض يعني هتفهمها صح يعني خلص القصة وازلت اثكر زميل اصغر سنة قال لي احب احضر محاضرة معاك بتتفضل في المدرب فقال لي جملة جميلة قال لي الفسولج اللي حضرك بتقوله مالوش علاقة باللي كان في دماغ داني الفي دماغ دا حاجة تاني مالوش علاقة بالفسولج تبقوا في سولج تاني خالص فهم عميق للقصة ولا زلت اثكر قلتلكم طالبة امريكية هنا كنت تبدي في الجامعة فخرج تقوله الراجل دا اس دوينج اماجيك لانه فاجأ كل حاجة متفسرة امنوش دوينج اماجيك الفسولج اللي بقوله مش مختلف الا في شيء واحد انتو عارفين احسن مني انه وراء الخلق خالق قوة عاقلة كاملة نسميها الله ولم يبقى الى الدعاء بالتوفيق وفقكم الله شكرا على أدتكم اتمنى اكون افدتكم شكرا اماما اشتركوا في ميزان